أرحب بالمستمعين بمختلف ألوانهم وأديانهم وأجناسهم ودولهم وجنسياتهم مرحبا بكم على مائدة الأسرة في برنامجكم من رحيق الإيمان هذا البرنامج الذي فضل الله وعونه نقف يدا واحدة بفكر واحد بعقل واحد لنخرج من الصندوق الأسود الذي لطالما عششت أفكار الظلام بعقولنا فجاء الوقت بإذن الله لنزيل هذه الأفكار متفارغا متفارغا مؤلف اسمه هيرلي هذا الرجل ألف كتابا بعنوان متفارغا كيف استوحى الفكرة كان يجلس في اجتماع اجتماع فسأل المدير اسمعوا وانتبهوا سأل المدير في الاجتماع قال ما هي أغنى منطقة في العالم ما هي أغنى بقع في الأرض شو أغنى بقع في الأرض أغنى منطقة في الأرض شو هي نعمان ما هي أغنى بقع في العالم؟ كانت ها؟ قول عبدون عبدون ها الحين يقول لك الجميرة وعبدون و كانت إجابة الموظفين قال أحدهم أغنى بقع في الأرض هي دول الخليج لأنها تنتج بترول فلوس قال أغنى بقع في وجه الأرض دول الخليج هي تنتج بترول وهي التي تسيطر على اقتصاد العالم قال آخر لا اسمح لي أغنى بقع في العالم هي إفريقيا فهي أكثر دولة منتجة للألماس وأكثر دولة منتجة لللحوم وهي المنطقة الخضراء التي فقال مدير قال المدير قال لا أغنى بقع في العالم هي المقبرة شوف انصدمنا كيف قال أغنى بقع في العالم هي المقبرة لأنها فيها عقول دفنت وأفكارهم لم تخرج إلى النور هي عقول دفنت وماتوا مع أفكارهم لم يخرجوها للبشرية عقول دفنت وكان في ألفهم ألف وألف فكرة طهدت من عقول البشر العمياء المظلمة فماتوا ولم يخرجوا أفكارهم هناك عقول دفنت كان بها مليار فكرة فدفنت في الأرض كان بها حياة الأرض حياة الناس حياة النفوس اقتصاد دفنت في الأرض لأن الناس لم تكتشفهم أو لأنهم لم يملكوا وسيلة لإخراج ما يملكون من أفكار ووقود يملؤون العالم نورا نعم أغنى بقع في الأرض هي المقبرة لأن أناس عقولهم دفنت معهم وهي ممتلئة فلهذا أنت موت فارغا إياك أن تمت وأنت تمتلئ بالأفكار التي لم تخرجها إياك أن تمت وأنت تمتلئ بألف ألف فكرة تنفع بلادك وعبادك ولم تخرجها متفارغا متفارغا من الألم والهم والحزن متفارغا من الأفكار التي تنتفع بها البلاد والعباد أخرجها ازراحها انقلها اكتبها انفع بها وطنك انفع بها الإنسانية انفع بها الأمة جمعاء انفع بها كوكب الأرض لا تموت إلا وأنت فارغا لا تموت وفي رأسك فكرة واحدة لم ينتفع بها الناس متفارغا واسعى لكي تموت فارغا يا سيدي محمد عليه الصلاة والسلام لما اكتملت الرسالة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لما أكمل الرسالة وأكمل الدين وعلمنا شرائع الدين مات عليه الصلاة والسلام ولم يترك فكرة واحدة في الإسلام إلا وعلمنا إياها فموتوا على ما مات به النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتكر فكرة لذاته لم يمنعنا من حكم ما أخفى عنا فتوى لم يخفي عنا آية لم يخفي عنا حديث أعطانا كل شيء ثم مات نحن دائما نتعلم نقول مات عليه الصلاة والسلام وعلمنا كل شيء في الدين وأنت لا تموت إلا وأنت تعلمنا كل ما تملك من أفكار وازدهار متفارغا علمنا ما ينفع أخرج لنا أفكارك عسى أن يرثها الجيل تلو الجيل فينتفع بها الناس موتوا على ما مات عليه الصلاة والسلام ما احتكر شيئا لذاته لا دنيا ولا دين إلا نقله لنا عليه الصلاة والسلام وعلمنا إياه فلما علمنا كل شيء توسد يمناه صلى الله عليه وآله وسلم فموتوا وعقولكم فارغا دائما لا تموت وأفكاركم ما زالت في عقولكم لا تجعل المقبرة أغنى بقاع الأرض لا تجعل القبور أغنى بقاع الأرض بأفكاركم كم من عقل حكيم توسد يمناه ودفن ولم نعلم عن حكمتي شيئا كم من رجل صاحب فكر نير كان عقله يتوقد نورا فمات في قبره وأفكاره ماتت معه لماذا؟ لأنه لم يجد وسيلة ليخرج فكرة لم يجد وسيلة لإخراج فكرة لأنه خاف من المجتمعات المنغلقة خاف من طيور الظلام ومن أفكار الظلام وخاف من الظلاميين وخاف من أولئك الذين يقصونه ويبعدونه باسم الرب والدين فمات بأفكاره فكم عالم نحن أحرقناه باسم الرب كثير من العلماء حكم عليهم بالزندقة والكفر وأحرقناهم باسم الرب والآن نستخدم علمهم ونفتخر بعلمهم والآن نقول نحن أمة الإسلام خرج مننا العالم فلان وفلان ولا نعلم أن نفس الأمة هي التي كفرت العالم فلان وفلان نحن يا سادة أمة كفرت علماء الكيمياء والفيزياء وذبحت العلماء ونحرت العلماء فخشي العلماء أن يخرجوا أفكارهم فصمتوا فأصبحت مقابرهم أغنى بقاع الأرض لأنها ماتت مع أفكارهم نحن هذه علتنا يا سادة فموتوا فموتوا كما قال صاحب الكتاب متفارغا علمنا أفكارك إذا لم تستطع أن تخرجها إذا لم تستطع أن تطبقها إذا لم تستطع أن تعلمها ربما يأتي يوم تخرج هذه الأفكار إلى النور فتنفع وطنا تنفع أمة تنفع شعبا تنفع إنسانا تنفع مريضا سقيما تنفع فقيرا تنفع دابة المهم لا تمت ويمت معك وتمت معك الأفكار وتصبح القبور أغلى من آبار النفط مرحبا وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم من رحيق الإيمان تنفع